وفي متطلبات إدارة الدولة جدد رئيس مجلس الوزراء باجتماع الحكومة الإسبوعية الالتزام بالقرارات الدولية ومبادئ حسن الجوار والعمل على تجاوز الخلاف الحاصل مع دولة الكويت وابذل الجهود لإيجاد حل لقضية تنظيم الملاحة في خور عبدالله بما لا يتعارض مع الدستور العراقي والقانون الدولي وأشار إلى أن مثل هذه الأزمات تحل بالتفاهم والركون العقلانية بعيدا عن لغة الانفعال والتصريحات الشعبوية المتشنجة التي لا تنتج سوى المزيد من الأزمات والتوتر أبديا ثقته التامة بزوال هذا الخلاف نظرا لما يمتلكه الجانبان العراقي والكويتي من إرادة قوية على حل هذا الملف عبر أليات التفاهم والحوار المتبادل